فاب للعودة المأمولة والرغبة المميتة العودة المأمولة لأنه محدش عايز الدور يتلغي إلا اللي له مصلحة في الإلغاء إيه هي المصلحة في الإلغاء؟ مؤكد إنه الناس اللي مش عايزة الأهل يحقق هدف كبير من المسابقة عايزة تلغي الدورة الناس اللي ما عندهاش فرصة أن يتحقق المركز اللي هي بتأمل فيه وبتنشده عايزة تلغي الدورة الناس المهددة بالهبوط وشايفة أنها فعلا ممكن تنزل وما تقدرش تكافح الخطر لو الدورة يرجع عايزة تلغي الدورة إذن أنت بتتكلم على المصلحة والرغبة المميتة بهذا الشكل لكن العودة المأمولة شايف إمكانياتها إيه؟ قبل ما أقولك دوليا الدنيا ماشي هزاي لأنه خرج علينا لاتحاد الدولة بشماندس لاتحاد الأوروبي هنتكلم فيه خليها بقى ده بس الأول نشوف هو فيه اللي هي لازم الدورة يرجع؟ لازم لقى والنقش أيوة طب وإنت تلمس على أسباب اللي مش عايزين الدورة يرجع بالزبط أو يتلغي ما هو ممكن تقوله طب قوله بقى طب ماشي بس حد بطولة الدورة أو هنعتمد الترتيب هيقولك لا أيوة هو مش عايز الدورة يتلغي هو عايز أن الترتيب ده ما يتحقق حتى لو قلت له طب ما إحنا هنتطر نرجع لنتيج السن الفتحة وإلى كوماله لأنه كان له ترتيب يسمح له بالمشاركة الأفريقية اللي هي ممكن تبقى مهددة هو غالبا هو هو اللي حايش يعني غالبا الأمور هترسي إن الأهل الأولى زمارك التاني غالبا يعني القراءات حتى الفنية بتقول كده أي إلا إذا كان نادي زي ما قولين العرب مساء أو بيراميدس تحديدا لاتنين دول عندهم رأي تاني وهو أنا شاف إن بيراميد بيستعيد مستوى بشكل كواس قوي وإن المقولين عاضد على الفرصة طيب آآ ده اللي عايز يلغي طب لماذا يجب أن يعود الدوري لأنه هنبتدي نلمس في الحقول الأخرى هو معقول أنا حطلب من الأندية تدفع كل الالتزاماتها المالية وأنا قفت لها النشاط اللي حيترتب عليه إنه الرعاة هيجي يقولك الله أنا بيعطي لك حاجة عشان عندك نشاط طب النشاط لما يوقف هنعمل فيها إيه العملية معقدة معقدة جدا إذا نتكلم في الشق المالي الشق المالي وأنت واحد من خبراء التسويق كل الشركات الرعاية والشركات الإعلانات اللي متعاقدة مع الأندية بالطبيعة جدا بتقولك عقودنا فيها ما يفيد إنه في حال إلغاء الموسم لظرف قهري ما بتحملش حاجة ما هو ده ما أنا بقوله هترشي على كده ها طيب إنت بقى هتتحمل حاجة وإنت أصل العقد أن هناك نشاط طيب إنت كمان كنادي أي نادي ها إنت متحمل لو جيت تقول لللاعب أو للمدرب أو لكل الأطراف اللي إنت متعاقد معاها وبتدفع لها فلوس هيقولك لا العقد شريعة المتعاقدين وأنا مدفعش تمن ما تحملش أنا المسؤولية طيب النادي يتحمل المسؤولية في الوفاء بالاستزامات من أين يا دلال ولا هيحظى بنفس الحق من الشركات المتعاقدة مش هتماعز بقولك الموضوع هيبقى معقد ولذلك بعض اللعيبة الأزكية ودي حصلت في الكساد اللي من خمس ست سنين حصل في أمريكا أي وطال العالم كله حتى كان في انهيار من أكثر من خمس ست سنين من سبعة ثم سنين نشر سنة اه اه وحصل انهيار في البورسات وانهيار في العقارات سوق العقارات تحديدا أي وشركات كبرى كانت بتطرد بالألاف فجنرال موتورز عشان يخرج من الموضوع ده عمل نوع من الرأي الجماعي نخفض الرواتب ولا نستغنى عن الناس اه فالناس خفضت الرواتب بنسب كبيرة وصلت ساعات لبعض الرواتب العلية قوية الخمس سبعين في المئة مع وعد باسترداد النشاط أن نرجع كل الأمور زي ما كانت عليه وحافظ جنر موترز على الشركة العملاقة دي على وجوده أنا هنا بقى هتأخذني تاني للسؤال أن فيه لعيب قال لك أنا ما عنديش عقده زي فيسل وفيه لعيب على مستوى العالم خدت مبادرات اللي قال لك خفض لـ 25 اللي قال لخفض لـ 50 والبرسة مع راشي مدى صحة هذا الكلام قالوا مستعدين نوصل لـ 70% اللي مش هيجي النهاردة بالمبادرات النبيلة هيجي بكرة بالقرارات الملزمة القرارات الملزمة لا يملكها إلا وزارة الشباب اللجنة الإولمبية والاتحادات المعنية هتدخل هتجد نفسها مضطرة تدخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر